تعالوا إليّ دعوة للجميع المتعبين اللي تعبوا من تخليص أنفسهم وأعلنوا بالكامل إفلاس من روحي أنا معندهم مش أي شيء يقول الكتاب فتجدوا راحة لنفوسكم وهنا يعني الإنسان اللي عم بيجاهد وعم بيبرد يعني كل الجهد المستمر ولكن بلا ثمر وتحت أعمال أعباء وأعمال النموس ولكن لم يجد الراحة قال يسوء احمله نيري النير أحبائي يمكن اللي عايشين في الشرق الأوسط تفهمين علي النير هو عبارة عن قطعة خشب ثقيلة كانت توضع على عنق الثور وتتصل بوصلوها بالمحراث المحراث اللي هو الحديد عشان الثور يجر المحراث ولكن لازم يحطوا النير يربطوه على ظهر الثور وهي طبعا ببلشوا فيها بيبتدوا فيها من الصباح يعني كان أمامه يوم طويل الشاق حمل ثقيل إحنا منحمل حمل الخطيئة في حمل الشريعة المغالاة في المطالب شوف في سفر إنجيل متى إصحاح ثلاثة عشرين والآية الثلاثة مكتوب فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا لأنهم يقولون ولا يفعلون فإنهم لاحظ الكلام يحزمون أحمالا ثقيلة عسرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس وهم لا يريدون أن يحركوها بإصبعهم وكل أعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس إذا بصلي خلي الناس تشوفني أنه أنا بصلي أنا متدين بل بس لبس معين أو لحي معينة أو مظهر معين ولكن يقول أنه هاي كل التقاليد فعلا كانت تقاليد توضع على الناس فوق الشريعة فوق الشريعة لكي تكون أحمال وأعباء على الناس في أعمال الرسل اسمع الآية الجميلة أعمال الرسل صحاح 15 والآية 6 هنا الرسول بيتكلم بطرس فالآن لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلميذ لم يستطع لاحظ الكلام لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله عمل شاق عمل شاق ولكن بالحقيقة أنه الرب أحبائي بحرر من الأحمال ومن الأثقال ومن الأعباء ومش بس بحرر من الأحمال يعطي وعد بالراحة والطمأنينة والسلام يعطينا الرجاء المبارك وليس أحد يعرف الإبن إلا الآب هون سر اتحاد الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية في شخص واحد بدون انفصال ولكن هذا الإعلام يقول تعالوا إلي وعد من الله المثلث أو الثالوث القدوس أن نأتي بقوة الروح القدوس دعوة فردية دعوة شاملة إلى جميع المتعبين نرى حنان يسوع ورقة وقلب يسوع المسيح تعالوا إلي من يقبل إلي من يؤمن بي فلا يجوع وهكذا أحبائي وعد المسيح بالخلاص الكامل الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينون بل قد انتقل من الموت إلى الحياة ترجمة نانسي قنقر